أهلا بحضراتكم مرة تانية طيب خلنينا اتفق أنه المكاسب الحال ومنتخب الوطني من البطولة كبيرة جدا وأعتقد أنه مستر كارلوس كيروش في ظل الانتقادات اللي توجدت ليه على مراحل كده يعني مباراة مباراة تسمع انتقادات مرتبطة بالتشكيل مرتبطة بالتغييرات مرتبطة بالبدايات لكن أعتقد أنه مستر كارلوس كيروش استفاد بشكل كبير جدا وتطور مع منتخب مصر ومنتخب مصر تطور معاه بشكل كبير آه ما وصلناش للعلامة الكاملة لكن ما تقدرش تنكر أنه من ناحية الشكل والأداء أعتقد فيه إضافة من ناحية القماشة والخيارات والأسماء الجديدة اللي داخلت على سكوات المنتخب واللي ما أعتقدش أن أي مدرب أو مدير فني مصري كان ممكن يغامر في التوقيت ده على أسماء جديدة برضو يحسب له الحياة بشكل كبير جدا على مستوى النتائج يوم بعد يوم بنشوف الحياة المنتخب بيتقدم وبيحقق المطلوب منه وصوله للدور قابل النهائي أعتقد يعتبر إنجاز كويس ونتمنى طبعا أنه نحن وصل نهائي ونتمنى كمان نتعجب البطولة لكن في النهاية حققنا مكاسب كتير جدا وأعتقد اللي جاي مع كيروش ممكن تبقى بنسبة 10-15-20% في نواقص بالنسبة القناعة بمستر كيروش ما وصلتش لمرحلة الكمال الناس كلها مش متفقة على الرجل بنسبة كبيرة جدا لكن ما تقدرش تقول أو تنكر إنه المنتخب ما تطورش مع كيروش لقد تطور كتير جدا والصورة اللي ظهر بيها المنتخب في كاس العرب لو حطنا عليها وقت كماء يعني عندك فترة طويلة جدا هترجع طبعا تلعب يمكن أسبوع أو أسبوعين في الدوري مش عارف لسه على حسب طبعا الجدول بتاع الدوري في الفترة بين كاس العرب وبين أمم أفريقيا وبعد كده عندك تجمع كبير معسكر قبل بطولة أمم أفريقيا لو تلعبت بطولة أمم أفريقيا عشان لسه لغاية اللحظة دي لغاية متخيلين أكبر بطولة على مستوى القرى أكبر بطولة للمنتخبات الوطنية وأعتقد لو قلنا على مستوى العالم كله فيه خمس أو ست بطولات مهمة أنا لازم أحط بطولة أفريقيا فيهم يعني مش ممكن نستبعد الكرة الأفريقية ونجوم الكرة الأفريقية اللي موجودين في أكبر أندية العالم النهاردة من خريطة أهم البطولات القرية ورغم كده ما زالت البطولة موضع شك محل شك هتتلعب مش هتتلعب هيبدروا المعاد هيأجلوها خالص حتى اللحظة احنا متكلم تقريبا على قال من إيه تلت أسابيع تقريبا تلت أسابيع واربع أسابيع لكن حتى اللحظة الأمر لم يحسن بعد يمكن تسمع تأكيدات يمكن تسمع كلام بعض التسريبات النهاردة فيه تقارير جزائرية بتقول أنه احتمال كبير جدا تقارير ليست معلومة معكدة بس بعد تقارير قالت أنه هما من مصادر داخل الكاف بيقولوا أن البطولة هيتم تأجيلها لشهر ستة اللي جاي على كل الأحوال يعني إحنا في انتظار طبعا قرار لجنة طوارئ المنتظر أنه هو يعني المنتظر أنه يطلع النهاردة لكن في النهاية خليني أقولك أنه البطولة دي هتدي مساحة لمسر كارلوس كيروش كمان يقرب وخصوصا أن البطولة هتبقى مشاركة المحترفين هيكون قايم بالسكواد اللي موجود معايا في بطولة كاس العرب وقدر يحط إيده على عناصر اللي تستحق أنها تكمل وهي كثيرة بالمناسبة في أكتر من الإسم الحقيقة يستحق أنه يكون موجود مع المنتخف في بطولة أمم أفريقيا وممكن كمان مش بقيت تعتمد عليه في تصفيات كاس عالم ويعلي أكتر الحقيقة مع الوقت ومع الخبرة ومع المشاركات كمان يقرب فكره وطريقته واسلوبه لعابة منتخب مصرح نتكلم في النهاية على مدرب ما بقلوش شهر ولا تنين ومستحيل مهما كانت إمكانياته سيفي محترم ما فيش نقاش ريال مدريد ماشي مان يونيتد ماشي بورتغال ماشي جنوب أفريقيا إيران إمارات آه بس ما فيش مدرب في الدنيا هيحط بصمته على منتخب بالذات منتخب مش نادي يعني ممكن نادي يتبقى أسهل شوية لكن منتخب مش ممكن أبدا في خلال شهرين ثلاثة عشان كده بقول إنه اللي حاصل كويس يعني المردود بتاع كارلوس كيروش على المنتخب لغاية حتى ولو خرجنا عشان هنقلب على طول يعني ورد لو اتغلبنا من تونس مثلا وطلعنا على طول كاس العرب تتقلب الآية على كارلوس كيروش ونقول ده أصله ومش أصله ومش عارف إيه وبديله ومش لكن في النهاية أنا بشوف الراجل حقيقة أجاد وتقدر تديله الغد باتي 7 8 على 10 على كل المستويات لسه فاضل حاجات كتير محتاج يستوعب شوية ثقافة المصريين محتاج كمان يتخلى شوية يعني إذا كان الراجل ديكتاتور وده توقع من عندي يعني وجهة نظر شخصية يعني إنه الراجل حقيقة منفرد في قراره وهو حر مدام بيتحمل مسؤولية القرار ده بس أنا أعتقد أنهم محتاج يدي مساحة أكتر للناس اللي حواليه ويسمع منهم شوية ويتخلى بنسبة بسيطة عن يعني مش عارس أقول حالة عيناد لكن حالة التشبس بالرأي في وقت من الأوقات